التقدم البري الذي حدث الليلة الماضية كانت تقدماً كبيراً حقيقةً وملحوظاً حيث وصلت الدبابات والأليات الإسرائيلية إلى منطقة المقابر منطقة مخيم خان يونس وهذه المقبرة هي في قلب مخيم خان يونس من الناحية الجنوبية تحديداً بالقرب من حي النمساوي وهي متاخمة تماماً تبعد عن مجمع ناصر طبي فقط أقل من 300 متر هذه المسافة القصيرة بالإضافة إلى قربها فقط بضع أمطار عن المستشفى الميداني الأردني هذه الدبابات توغلت أولاً بفعل تحت غطاء مكثف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية والغارات العنيفة والأحزمة النارية ثم تلا ذلك قصف مدفع عنيف بدأت هذه الحملة من خلال قصف خمسة منازل دفعة واحدة ثم أحزم نارية على الشوارع والطرقات وفي محيط المقبرة وعلى بعض الملاعب المعشبة ثم بدأ القصف المدفعي العنيف على منطقة المنطقة الغربية منطقة بطن السمين ومنطقة الحووز الحي النمساوي وأيضاً المخيم الغربي هذه المناطق تعرضت إلى عمليات قصف عنيف من قبل المدفعية الإسرائيلية هذا الأمر نتج عنه تقدم بري إلى منطقة المقبرة تم تجريف جزء كبير من هذه المقبرة وأيضاً تم سرقة عدد من جثمين الشهداء والأموات حيث تم نبش القبور وأخذ عدد من الجثمين من داخل تلك المقبرة ثم انسحبت القوات الإسرائيلية إلى منطقة بطن السمين وإلى أماكن تواجدها قبل الدخول البري هذا الدخول البري وجه باشتباكات عنيفة جداً بين المقاومة وقوات الاحتلال تم تفجير دبابة مركباء ثم تم تفجير ناقلة جرافة إسرائيلية في تلك الاشتباكات على عنيفة بالإضافة إلى أطلاق العشرات من قذائف الهاون على القوات المتواغلة هذا التواغل الكبير وهو تواغل نوعي حقيقةً ووصل إلى منطقة أطراف المخيم المخيم الغربي أو تحديداً على أطراف المربع 112 الذي طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بخلاو قبل قليل أيضاً تم انتشال خمسة شهداء من منطقتين مختلفتين المنطقة الأولى منطقة إسكان حمد تم إخلاء الشاهدين وهما عن عبارة عن جثث متحللة بالإضافة إلى إخلاء ثلاثة شهداء من منطقة شارع خمسة وقامت جمعية الهلال الأحمر أو طواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر بإخلاء الجثمين الشهداء الخمسة وتم وضعهم في ثلاجة الموتى هنا في مجمع ناصر الطبي في خنيونس الوضع صعب الوضع كارتي مجمع ناصر الطبي المئات وربما الألاف من المواطنين قاموا بإخلاء هذا المجمع الطبي والذي كان يتخدم منه مأوى والنزوع خاصة بعد وصول القصف الإسرائيلي وقصوف ووصول الدبابات الإسرائيلية إلى ما بعد مجمع ناصر الطبي هذا الأمر أخاف المواطنين والنازحين منذ ساعات ليلة أمس وحتى هذه اللحظة والناس لا تواصل الخروج من مجمع ناصر الطبي في الوقت الذي لا يزال عدد كبير من المواطنين متواجدين داخل أسوار هذا المجمع الذين يعتبرون أنه المأوى الوحيد لهم لأنه لا مكان آمن لا شخص آمن ولا أي شارع آمن في خنيونس الوضع الصعب والتصعيد الإسرائيلي سيد الموقف قرابة أربعين شهيدا منذ مساء أمس وحتى هذه اللحظة في خنيونس جراء الغارات الإسرائيلية بالإضافة إلى عشرات الجرحى إبراهيم إن كنت تسمعني الناس أين يذهبون؟ يعني رحلة النزوح لا تزال مستمرة من المناطق التي قال جيش الاحتلال للمواطنين اذهبوا إليها سواء كان في خنيونس أو في المحافظة الوسطى المشهد يتكرر في مستشفى ناصر كما تابعنا والمناطق المحيطة بك أين يذهب الناس بعد أن يغادروا هذه الأماكن؟ نعم حازم يعني بالأمس وعندما اشتد القصف الإسرائيلي العنيف على محيط مجمع ناصر الطبي حيث أصوات الانفجارات الكبيرة الناس بدأت تخرج من مجمع ناصر الطبي أطفال، نساء، عوائل، رجال، شبان، جرحة كل الناس بدأت تخرج أن الناس تقبر ما الذي حدث في مجمع الشفاء وما الذي حدث في الاندونيسي والعودة وكما العدوان وبالتالي الناس لا تريد إعادة هذه التجربة المريرة من حيث عمليات الإعدام والقتل والاستداف وقصف المباني وهذا الأمر أثار مخاوف المواطنين لذلك خرجوا الناس إلى ثلاثة أماكن المكان الأول إلى الشوارع والطرقات المحيطة في مجمع ناصر الطبي المكان الثاني من له أقارب في مراكز ألواء والنزوع وهي بالعشرات في المنطقة التي تقع خلفه ذهبوا عند أقاربهم رغم أن المكان لا يتسع أما الجزء الآخر فذهب إلى منطقة المواصي غرب خنيونس في ظل حالة البرد القارس والشديد في صباح هذا اليوم ومنذ ساعات الفجر حقيقة الناس عدد كبير من هؤلاء المواطنين توجهوا جنوبا إلى مدينة رفع لعلهم يجدون الأمن والأمان المفقود لسكان قطاع غزة لكن الوضع صعب لا أماكن آمنة لا في رفع لا في الشبورة لا في الظهور ولا في منطقة السلطان ولا حتى في منطقة المواصي هذه المناطق الأربعة التي ربما الجيش كان يزعم كاذبا وزورا بأنها مناطق آمنة ويدعو الناس إلى الذهاب إلى هذه المناطق منطقة المواصي يوم أمس أو أول أمس خلال الأيام الماضية تعرضت للقصف المدفعي ولإطلاق النار من طائرات الكواد كابتر وأيضا للغارات على خيام النازحين من بينها قبل ثلاثة أيام تم استداب خيمة للنازحين لعائلة حبيب أدى هذا القصف على شاطئ البحر تماما هذا القصف أدى لاستشاد أربعة أطفال وإصابة أربع من النساء يعني في هذه الغارة الإسرائيلية المميتة على هذه الخيمة التي تتبع أحد المواطنين الوضع الصعب وكارثي لا مكان آمن ولا أي يعني مؤسسة آمنة سواء كانت حكومية تابعة للنروة المستشفى يعني تابعة للهلال الأحمر تابعة لوزارة الصحة كل الأماكن تتعرض إلى عمليات القصف وبالتالي الأوضاع الإنسانية والمعيشية صعبة ومعقدة منذ ساعات الصباح نستقبل هنا المئات من المواطنين الذين يسألوننا أين نذهب إلى أين نتجه ماذا سنفعل هل ستأتي الدبابات هذه الليلة مرة أخرى إلى مجمع ناصر طبي هل سيقتحمون المجمع ومع الأسف لا توجد لدينا إجابة لإجابة هؤلاء المواطنين الذين يشعرون بقلق بالغ من هذا التصعيد الإسرائيلي الكبير جدا على المناطق الغربية تعديدا في محيط مجمع ناصر الطبي الدبابات توغلت دخلت إلى داخل المقبرة جرفت مقابر متعددة مقابر المقبرة التركية مقابر عائلة الأغة عائلة عوض وأيضا بعض العوائل الأخرى البيوك وبربق ومن ثم انتشلت عدد من جثمين الشهداء أو يعني على ما يبدو المتوفين أو يعني ربما يظن البعض أن قوات الاحتلال تبحث ربما عن جثمين لأسرى إسرائيليين أو مستوطنين إسرائيليين لا أحد يعلم ما الذي حدث لكن ما نؤكده دخول هذه القوات إلى المقبرة تجريف المقبرة يعني تدمير القبور وإخراج جثمين الشهداء بصورة يعني مؤلمة وقاسية وفيه امتهاء لكرامة الشهداء والمتوفين ومن ثم أخذت معها عدد من جثمين وعادت أدراجها إلى منطقة بطن السمين وبالتالي أصبحت المناطق الآن في غرب خنيونس في محيط مجمع ناصر الطبي في محيط المستشفى الميداني في محيط المقبرة والحي النمساوي لا توجد أي قوات إسرائيلية أو لا توجد كذلك أي دبابات أو أي آليات إسرائيلية في الساعتين الأخيرتين حازم حدة القصف الإسرائيلي انخفضت بصورة ملحوظة دون يعني بعض القذائف المدفعية التي تطلق على مناطق مختلفة من خنيونس بالإضافة إلى قيام طائرات الكوات كابتر بإطلاق النار على المواطنين أيضا في أنحاء متفرقة من هذه المدينة التي تتعرض إلى عملية إبادة جماعية ترجمة نانسي قنقر